تبع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إجراءات التوصف في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب تنفيذ لتكلفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى تأكيد رئيس السيسي على ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة الساعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات كما أوضح رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب من خلال إنشاء منظومة الصوامع ساهم بشكل كبير في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة وتوفير الاحتياجات وتحقيق الأمن الغذائي المصري